غالبية محافظات العراق انتهت من تسمية مجالسها خلال اليومين الماضيين دون أن تختلف كثيرا عن النسخ السابقة لهذه الحكومات سواء على مستوى المحاصصة الطائفية والحزبية أو القوى النافذة التي عاد بعضها للصدارة رغم انخفاض مقاعدها التي حصلت عليها عبر تشكيل تحالفات كبيرة أفضت إلى الاستحواذ على المناصب الرئيسة مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ وخلال الفترة الأخيرة سعت القوى البارزة في الإطار التنسيقي وتحديدا اتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي إلى فرض إرادتها على توزيع المناصب في مجالس المحافظات متمسكة بعدم التجديد لأي محافظ سابق ورغم أن الإطار التنسيقي لم يحقق النتائج التي كان يأملها إلا أنه استطاع أن يفرض سطوته على مجالس المحافظات عبر السيطرة على مقاعد مهمة ولسيما في محافظتي البصرة وبغداد وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد احتلال العراق عام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة وإصدار التشريعات المحلية وكذلك جعلها بابا من بوابات الفساد التي تتزاحم عليها الأحزاب ضمن جو المحاصصة الطائفية في الضفة المقابلة لمجالس المحافظات وما يجري فيها يوجد الشعب العراقي الصاخط على فساد هذه المجالس وفشلها الإداري وكان ذلك واضحا جليا بالمقاطعة الشعبية لانتخاباتها بنسبة وصلت إلى نحو 90%